ومعانا سؤال بيقول انا ليه ابن عمره 25 سنة وعاصي ليه والابو ومتأخر في الدراسة ومش بيصلي وبيشرب حشيش اعوذ بالله وانا خايفة عليه ومش عارفة اعمل ايه وخصوصا اني مفيش تواصل معانا ولا مع اخواته اطلب النصيحة وارجو الدعاء له بالهداية هقولك ثلاث حاجات بسرعة مع اني المسألة انا عارف ماذا خطرتها ان حد عنده شخص بهذه التوليفة بيبقى خطر جدا اول حاجة اوعي تقطع الصلة بي لازم يبقى اذا انت ما توصلتيش معاه لازم يبقى فيه رسول بينكم وانتو الاتنين لازم يبقى فيه حد بينكم وبينه ولازم من وقت للتاني لازم تتطمن على اخباره لانه هو في الحقيقة لو حس انه انقطع هتستفحل الامور وهتبقى في غاية السوق لازم طول الوقت واسألي عليه انت مش خسرانا حاجة ده ابنك ده دمك ولحمك ما تبخليش عليه باتصال فاتصل بيه حتى لو هو ما بتتصلش ايه وقت اقطعي حبل الود وحبل الرحمة ممكن اتصال من اتصالاتك يجيله في وقت ربنا شرح صدره ده يفتح عليه ابواب الهداية باول حاجة دوم الاتصال عليه التانية تانية حاجة لو سمحتي فكري في زهنك كده عمله واجب فكري ايه المداخل اللي انت ممكن تدخلوله منها ومش لازم المدخل ده انت اللي تستخدميه ممكن حد من اصدقائه ممكن حد من اقربك يكون هو بيقبله يعمل مدخل من ده ممكن يحسن العلاقة بينك الحاجة التالتة ادعيله في كل سجده من سجدات صلاتك كل سجده ادعيله فيها عندك اربعة وثلاثين سجده في صلواتك ادعيله فيها في كل سجده لو عملت كده والتزمت به لمدة شهرين او تلاتة هتجد ان شاء الله الباب من ابواب الهداية واب ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الهداية ويكتب له شرح الصدر ويريح بالك ويجمعكم ان شاء الله على الطاعة ويجمعكم كمان على حب الله والرسول ويجعلكم ان شاء الله في خير حال يا رب احنا نهاردة تكلمنا عن التخطيط للمستقبل يا رب جعل مستقبلنا مليء بانوارك ومليء باسرارك ومليء بمددك ودايما نكون في حماك ودايما نكون في وليتك ودايما نكون في رضاك يا رب العالمين وجعلنا على الدوام من اصحاب المحبة واكتب اسماءنا يا رب في دواوين صحبة حضرة النبي واكتبنا في الصالحين الراضين المرضيين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في رضاك يا رب العالمين اشتركوا في القناة